السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير معكم مستر فريد عارف في البداية حابب اقول لحضراتكم ان مجموعة الفيديوهات القادمة هتكون عبارة عن كورس مجاني في الانجليش جرامر وفي الفيديو ده هابضح له لازم ندرس قواعد اللغة الانجليزية او ايه هي اهمية الانجليش جرامر بس في البداية حضرتك لازم تحدد انت بتدرس اللغة الانجليزية على اي اساس بمعنى احنا كعرب اللغة العربية بالنسبة لنا اسمها اللغة الام او اللغة الاولى او اللغة الاصلية اما اللغة الانجليزية فهي بالنسبة لنا يا اما لغة اجنبية يا اما لغة تاني فانت لما تيجي تدرس اللغة الانجليزية هتدرسها على اساس انها الانجليزي كلغة اجنبية او على اساس انها الانجليزي كلغة تاني. والفرق بينهم كبير. ولكن ببساطة هو الطالب اللي بيدرس اللغة الانجليزية كمادة دراسية. وبالتالي بيتعرض للمعلومات داخل بيئة محددة. اللي هي داخل او داخل المدرسة. وكمان بيتعرض لكمية صغيرة جدا من المعلومات. على عكس هو الطالب اللي بيدرس اللغة الانجليزية كلغة مش كمادة دراسية. وبالتالي بتعلمها في كل مكان في اي وقت وبتعرض لكمية ضخمة من المعلومات. وهو ده الطالب اللي احنا عايزينه في بتاعنا ان شاء الله بمعنى اخر. احنا عايزينك تتعلم اللغة الانجليزية كلغة مش كمادة دراسية. اما بالنسبة لاهمية بصراحة شفت فيديوهات كتير وشفت ناس بتقول ان ده شيء مش مهم وان هو شيء مكتسب مع اللغة وما فيش داعي لدراسله. ولكن من وجهة نظري هذا الكلام في شيء من عدم الصحة. فلو جينا نحسبها هنلاقي ان اللغة الانجليزية لها اربع مهارات. اول مهارة فيهم التحدث. تاني مهارة الكتابة. ودول بنسميهم اما المهارة التالتة الاستماع والمهارة الرابعة الكراءة. ودول بنسميهم اما بالنسبة الجرامر. فالجرامر والبرونسييشن والفوكاب. كل دول بنسميهم ساب سكلز. ساب سكلز يعني مهارات فرعية. لكن صدقني مش هتعرف تدرس مهارات اللغة الانجليزية الاربعة الا ما تكون دارس الساب سكلز او المهارات الفرعية. فتعالوا نعرف مع بعض كلمة جرامر. طبعا كلمة جرامر لها تعريفات عديدة ولكن انا هاخد يعني تعريف بسيط. يعني الجرامر هو دراسة الكلمات وكيف يتم استخدامها في الجمل وكيف تتغير في مواقف مختلفة. اقوى القرصات في اللغة الانجليزية زي دورة الايليتز زي دورة التويفيل وحتى الايتب بتقيس مستوات في الجرامر ولازم تكون متعمك في دراسة الجرامر. يعني انت بيتعمل لك اختبار يقيس مستوى الجرامر عندك وحتى لما بيجي يقصوا مهارة اخرى من مهارات اللغة الانجليزية برضو بيكونوا مركزين على الجرامر. ففي اختبار الايليتز مثلا بتعملك عشان يقيسوا مهارة عندك او مهارة التحدث. وحتى في العادية اللي هي مقابلة العمل لما بيجي يسألك اسئلة هو بيكون مركز وانت بتتكلم على حاجتين. واحد يعني طريقة نطقك للكلام. اتنين يعني ازاي بتكون الجملة بشكل صحيح. فلو انت ضعيف في الجرامر اكيد هيتاخد عنك يعني انطباع سيء. فمثلا هو لو سألك في الاختبار وقالك ما هي هويتك? وهافترض ان من ضمن هويتك العزف على الجتار. فلو انت رضيت مثلا وقلت كده الانطباع السيء بيجي لانك انت هنا استخدمت او المضارع المستمر وده شيء خطأ معناها انك بتعزف على الجتار دلوقتي او اثناء ما انت بتتكلم. اما لو انت فاهم جرامر هتعرف ان الهوايات تعتبر بالنسبة لك عادة سواء بتعملها كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او كل سنة بس هي بالنسبة لك عادة ممكن تصل لمرحلة فالمفروض ان انت تستخدم او المضارع البسيط. فالمفروض انك تقولي الجملة انا استمتع بالعصف على الجتار. وبكده اكون وضحت لك ان هو اللي بيحسن ادائك في مهارة فهتخيل ان حضرتك مدرس وجايلك طالب كاتب الجملة دي. طبعا بديهيا انت هتحكم على الطالب ان هو طالب ضعيف بالرغم ان هو استخدم وعمل جملة لكن هو كون جملة بشكل خاطئ. لان طبعا احنا عارفين ان زي بتاخد بالاضافة ان حرف اللي موجود قبل كلمة المفروض نحذفه لان بتاعت امام الصفة التي تصف اسم مفرد وانا بصف هنا اسم الجامع اللي هو من. فالمفروض الجملة تتقال. واظن كده فهمنا ان الجرامر هو اللي بيحسن مستوى الكتابة او عندي. فاسدعني لو الجرامر بتاعك ضعيف مش هتعرف تتكلم انجليزي بشكل صحيح ولا هتعرف تكتبه بشكل صحيح. فمن النهاية كده لو الجرامر بتاعك ضعيف يبقى حضرتك هتكون ضعيف فيه المهارات الاساسية للغة الانجليزية. يعني مهما كنت حافز كلمات والجرامر بتاعك ضعيف يبقى انت ضعيف في اللغة. وبعد ما وضحت لك اهمية الجرامر نيجي بقى للجزء المطلوب من حضرتك عشان تاخد الكورس ده معاني. اولا الكورس مجاني بنسبة مية في المية ولكن مطلوب من حضرتك تلات حاجات. واحد عندنا مقولة انجليزية بتقول الممارسة تؤدي الى الاتقاني. يبقى مطلوب من حضرتك انك تمارس اللغة. على الاقل لاثناء ما انا بشرح حاول تعمل تاني حاجة هعمل لك في نهاية كل فيديو تمرين صغير حضرتك هتحله ومعنا صفحتنا على الفيسبوك والجروب بتاعنا على الفيسبوك اللي هسيب لك الروابط بتاعته في الدسكريبشن اسفل الفيديو. يا ريت حضراتك تشاركوا معنا الاجوبة. وايضا قبل ما اعمل الفيديو التالي هحل التمرين اللي انا كنت سايبه في الفيديو الاول. رقم تلاتة يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا لحسن استماعكم وعزرا على الاطالة. واترككم في رعاية الله وحفظه وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.